تعتبر مدينة المنصورة الجديدة التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى مدن الجيل الرابع على أرض الدلتة حيث تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ وضميات بطول 15 كم على البحر المتوسط كما تعتبر المنصورة الجديدة شهدة على النهضة وتطور الكبير الذي تشهده مصر خاصة وأن يوم الافتتاح شهد عددا كبيرا من الفعاليات في محبة أبناء مصر جميعا بلا استثناء يوم رائع من تاريخ هذا الوطن ذلك الذي شهد إضافة رقعة عمرانية جديدة إلى أرض مصر وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس إنها مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط دلتا مصر وتطل على البحر الأبيض المتوسط يوم إنجاز ويوم تأكيد على أن العمل والصبر هما السبيل نحو نهضة هذه الأمة هكذا كانت رسالة الرئيس إلى المصريين خلال يوم أمس الذي شهد عددا كبيرا من الفعاليات في محبة أبناء مصر جميعا بلا استثناء وظل المواطن المصري هو بطل قصتنا القومية على مدار تاريخ أمتنا الوطني فهو وحده بناء هذه الأمة وكنزها الباقي بلا فناء أو نهاية إن شاء الله الرئيس السيسي شدد أيضا على أن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة يأتي في إطار خطة الدولة لبناء ثلاثين مدينة من مدن الجيل الرابع عبر الجمهورية كما أشار إلى أن بناء المدن الجديدة ليس رفاهية والحقيقة التي يجب أن تشاركنني فيها هي أن بناء المدن الجديدة لا يمثل رفاهية بل هو ضرورة قصوى في دوء هذه الزيادة السكانية المضطردة والحاجة الملحة لامتدادات عمرانية متكاملة ولأن أوضاع المصريين الاقتصادية في صلب الاهتمامات فقد أشار الرئيس السيسي إلى ما تقوم به الدولة في مواجهة الأزمة وإجراءات الحماية الاجتماعية وأنا على ثقة كاملة ويقين المطلق في أن مصر بقدرتها وقدرات أبنائها قادرة على تحويل كل أزمة إلى فرحة ولأن اليوم كان حافلا فقد قام الرئيس بتسليم عدد من مواطن محافظة الدقهلية عقود تملك شقق سكنية بالإسكان الاجتماعي كما قام الرئيس السيسي بتكريم عدد من أبناء محافظة الدقهلية لتفوقهم في مجالات عدة ثم جاء تفقده جامعة المنصورة الجديدة ثم زيارته لأحدى مدارس مدينة شربين ولقاؤه طلاب المدرسة يوم حافل تضمن أنشطة عديدة قام بها الرئيس في محافظة الدقهلية عكست الإصرار على أن تشمل التنمية والبناء كل شبر من أرض مصر والأهم هو الاهتمام بالإنسان المصري وتلبية احتياجاته في كل المجالات